نمرة سبعة واحدة من الكلمات بكت ذكرتها الراعي الراعي تطلق على الله في العهد القديم في العهد القديم مكتوب يهوى راعية فلا يعوزني شيء كمان آية في حص قيال 34 أنا أرعى غنمي وأربضها يقول السيد يهوى وأقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبد داود 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 مات داود مات نحن نتكلم على زمن حصقيال وزمن حصقيال كان في أيام السبي في أيام السبي البابلي كان كاهن وكان نبي وكان موجود في العراق في أرض بابل وكان بيتنبأ طب ما داود مات يعني من زمان لكن هذا اللقب اللي يطلق على داود أو ابن داود مثل ما قال يسوع أنا أصل وذرية داود وكما اليهود برددوا هذه العبارة يا ابن داود ارحمنا يا ابن داود يا ابن داود فهذه العبارة التي تكرر في العهد الجديد مكتوب يرعاها عبد داود هو يرعاها وهو يكون لها راعيا وأنا الرب أكون لهم إلها وعبد داود رئيسا في وسطهم أنا الرب تكلمت في العهد الجديد قال يسوع أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخرافة شفت أحبائي كانش عنده شك كان عنده يقين كان مدرك كل الإدراك أنه فعلا الرب الراعي شكرا